السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم مع درس جديد في السياغ الصرفية وهو اسم الفاعل إذن ما هو اسم الفاعل للأمانة هذا الدرس مأخوذ من سلسلة مستقبلي وهي سلسلة رائعة جدا أنصح كل التلاميذ بها فيها مجموعة من الدروس مع التمارين تمارين مكثفة وتمارين رائعة جدا إذن هذه السلسلة متوفرة لكل سنوات الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة الخامسة بجميع المكتبات تجدونها متوفرة بجميع المكتبات عبر أربع الوطن ولمن تعذر عليه ذلك يمكنكم الحصول عليها عن طريق خدمة التوصيل إلى غاية باب المنزل بالضغط على الرابط الذي سأتركه لكم في صندوق الوصف ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يمكنكم الاتصال بخدمة العملاء على هذا الرقم إذن أبدأ بأول شيء ألاحظ وأميز قال ألاحظ الأمثلة التالية ثم ألون خانة الإجابة الصحيح سجل اللاعب هدفا سجل اللاعب هدفا إذن تحصل الفائز بالمباراة على ميدالية ذهبية نعيد سجل اللاعب هدفا تحصل الفائز بالمباراة على ميدالية ذهبية إذن الكلمات الملونة في الجمل وردت اسم فاعل أم اسم مفعول ماذا قلنا في الفاعل وإسم الفاعل؟ قلنا هذا فعل ثم فاعل ثم مفعول عندما نكتب فعل فاعل مفعول إذن فعل ما الذي تغير عندما أصبح فاعل؟ تم إضافة له المد بعد الحرف الأول ثم في مفعول أضفنا الميم والواو نفس الشيء في كل الأفعال الثلاثية طبعا عندما نكتب مثال كتب في الفاعل نقول كاتب إذن نضيف المد بعد الحرف الأول كاتب إذن هذا فاعل أو نقول اسم فاعل ثم في اسم فعول نقول مكتوب مكتوب إذن نضيف الميم والواو إذن فعل فاعل مفعول كتب كاتب مكتوب هذا يسمى اسم فاعل لأنه على وزن فاعل ومأخوذ من الفعل الثلاثي مفهوم؟ إذن الكلمات الملونة في الجمل وردت اسم فاعل أم اسم فعول وردت اسم فاعل ثم قال استنتج اسم الفاعل هو اسم يصاغ للدلالة على الذي فعل مثل نقول كتب كاتب لعب لاعب رسم راسم على الذي فعل الفعل أو قام به ويشتق من الأفعال الثلاثية على وزن فاعل مثل لعب لاعب فاز فائز الآن قال أتدرب في أشاطر الأول قال أملأ الجدول بما يناسب كما في المثال إذن قلنا جلس تصبح جالس ثم وقف عاد حكم رفع منع وشكر إذن قلنا جلس نقول جالس وقف نكتب وقف ونضيف المد بعد الحرف الأول نقول واقف واقف عاد نفس الشيء نقول عاد إذن نضيف المد بعد الحرف الأول لكن هنا هذا الألف يكتب على النبرة عائد تصبح عاد عائد حكم حاكم تصبح حاكم رفع رافع منع مانع شكرا شاكر 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 إذن اسم الفاعل هو مشتق من الفعل الفعل الثلاثي نضيف له مد بعد الحرف الأول يصبح اسم فاعل مثل جلس جالس وقف واقف عاد عائد حكم حاكم رفع رافع منع مانع شكرا شاكر نام مثل عاد نائم جيد ثم قال أكمل كما في المثال الذي يحرص المرمى يسمى حارس إذن الذي يلعب بالكرة يسمى لاعب الذي يقذف الكرة يسمى قاضف الآن نستخرج اسم الفاعل من الفعل يفوز فائز هنا الفعل في المضارع نحوله إلى الماضي تصبح الذي فاز بالمباراة يصبح فائز الذي يرمي الكرة يسمى رامي إذن الذي يرمي يسمى رامي الذي يهتف في المدراجات يسمى هاتف الذي يمدح الفريق يسمى مادح مادح فهم إذن الذي يحرص المرمى يسمى حارس الذي يلعب يسمى لاعب الذي يقذف يسمى قاضف الذي يفوز يسمى فائز الذي يرمي يسمى رامي الذي يهتف يسمى هاتف الذي يمدح الفريق يسمى مادح ثم قال أكون أربع جمل تحوي كل واحدة منها اسم فاعل مثال من الفعل كتب يصح لنا اسم الفاعل هو كاتب أو الكاتب نقول حضر الكاتب إلى المعرض إذن حضر الكاتب إلى المعرض نبحث عن فعل آخر مثل فاز إذن نقول تحصل من الذي فاز يسمى فائز إذن تحصل الفائز على جائزة تحصل الفائز على جائزة ثم عن فعل آخر مثال زار إذن نقول جاء الزائر جاء عفوا جاء الزائر إلى بيتنا مثال عمل إذن نقول أتقن العامل وظيفته أتقن العامل وظيفته فهم إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعالينا اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر